كيف أعطيكم الأعب؟ كذلك نحن نعرف أن Qualcomm هي المزود الأساسي لكل الجهاز نحن نعرف أنه حالياً صار أفضل وصار أقوى من قبل حالياً حتى تقدر تلغي كل الجهاز الغديمة وتنسى أنه صار أربعة طعاف أفضل بالإضافة أنه صار أن يتحكم بكل شيء بعد داغ تفاصيل حتى بالنوتفكيشن بحيث أنه كان يعرفك أنت يعرف أنت شون تبي ويعرف شون التفكيشن الذي تهتم فيه وليما تبيه كل هذا بفضل الأي آي اللي هو فيه بالإضافة أنه يعرف حق صوتك بحيث أنه يقدر يعرف أنه هل أنت مريض هل أنت فيه كوفيد هذه الشعرات هذي هم بعد يقدر يميزها ويقدر يعطيكها بالجيم طبعاً ما نتكلمين أنه هو خيال شيء قوي منها تدرج الألوان وشون يوزعهم وشون يعدهم بطبع 20% بعد أفضل أسرع بالإضافة 30% اللي هو أسرع جي بي وصار فيه الأي آي يعطيك حتى الريزولوشن يعطيك الريزولوشن مكان اللي يكون قامج يعطيك أفتح مو كل الشاشة لأ الأماكن المحددة اللي يمشي عليهم بالإضافة إلى سرعة ولا الدقة الأكثر والأفينشن سي اللي بالجهاز رح تلاقي كل هذا وبطارية صرفة أقل شوف الفريمات الفريمات تكون متعددة يعطيك مثل شوف يدمجك الفريمات شوف وين رح تروح الصورة بحيث مع الأي آي يعطيك أحضر الأي آي طبعاً بحيث أن الفريمات تنتقل مع بعض بحركة سلسة وممتازة بالإضافة إلى أنه مصار أفضل ولا يقام يأخذ الجهد صار عندك البرفورمس أغل صار الضغط عليه أقل وهذا يعطيني أداء للبطارية أفضل ويعطيني يريح الجهاز أكثر ويخلي تحرك بدون أي مشاكل فالبطارية رح تدوم معنا أكثر ورح يصير عندها بدون أي مشاكل بلإضافة أنه قربوا الفواصل مع بعض بحيث أنه توصل بيانات بكل سرعة بكل سهولة كل هذا لتوفير الطاقة وصيره عندي أفضل طبعاً كل هذا ما رح تخلص منه طبعاً 5G أفضل عندك الحين الأنتينة شون تستخدمها صار عملية تستخدم الأنتينة شيء وايد غوي بعض المرات تسوي بلوك بيدنا على الأنتينة بس حين صار عندي ما في بلوك صار ينزل أفضل صار يعطيني يدعم لسرعة 10 جيجا بايت التلفون وكل هذا نحن سنذهب إلى التصوير طبعاً التصوير مع رح نقدر ننسى نرى التصوير ماذا يحدث يصور لي أكثر فيه اللي هو Image Signature Processor صار أسرع صار أفضل صار يعطيني إليه 18 بايت أسرع وأنقة من قبل قام يصور لي الـ 8K ويكون عندي ويد متاز الـ Dynamic Range سيصور عندي أفضل كل الصور اللي تصوره هو قاد يصور صور ويد بحيث أن يعطيني دقة أكثر تفاصيل أكثر حيث أني أنا أشوف الصورة ويد واضحة كأني كأني أنا قاعد طالق الشيء جدامي وما قاعد أشوفها بالتلفون نفسي طبعاً يصور لي 8K Full HD طبعاً المساحة رح تكون كبيرة حق حتى إذا مثل تحرك التلفون يكون Stabilization فيه عنده ممتاز طبعاً هنا قاعدتكم هو 8K بس هو بشكل عام قاعد يصور حتى مثلاً 12K بس إحنا بس هو يسوي الكرب عشان يصير 8K واضحة بدون أي مشاكل طبعاً هذا آيفون صوره على Full HD لكن تستطيع تصور نفس الشيء Cinematic على 4K بالضبط فشغلة وايد غوي البروستيسر وايد غوي وننطر منه أداء وايد أفضل ونرى إن شاء الله بالأجهزة اللياية بس خشوف شون الأجهزة ستستخدم منه وشون الأجهزة ستسويهم موسيقى